اهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومة صح يلتقيان ولكن لا يختلطان ببعضهما البعض نتيجة اختلاف في خصائصهما حيث ان لكل بحر او محيط او نهر او اي بقعة مائية كثافة معينة لا تتغير كما ان له درجة ملوحة ودرجة حرارة ثابتة وله ايضا لون لا يتغير حتى في حال التقائه مع مياء بخصائص مختلفة فذرات كل منهما لا تنتمج مع الاخرى البرزخ الذي تتحدث عنه الايات هو مكان التقاء البحرين حيث انه شبيه بجدار وهمي مرن حيث تصله ذرات المياه ترتد ولا تختلط مع مياه البحر الاخر رغم تداخلهما وتماوجهما لذلك لو نظرنا لهذه البحار من الاعلى لشاهدنا هذا البرزخ بشكل واضح جدا تتجلى الظاهرة التي تتحدث عنها الايات السابقة في عدة مواقع حيث تلتقي مياه البحر الاحمر مع المحيط الهندي في مضيق باب المندب ومياه البحر الابيض المتوسط مع البحر الاسود وورد ذكر البحرين الملتقيين في اية اخرى في سورة الفرقان في قوله تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وفي هذه الاية اشار الله عز وجل الى نوع محدد من البحرين الملتقيين وهو التقاء الماء العذب الخالص مع الماء المالح كما يحدث في بعض انهار قارة امريكا الشمالية التي تصب في المحيط الاطلسي وتمتد مسيرتها في داخله الى ما يقرب الثمانين كيلو مترا دون ان تندمج مياهها مع مياه المحيط الاخر ان ما يميز هذا النوع اكثر الذي ورد ذكره في الايات السابقة هو وجود الحجر بينهما والحجر هو عدم اختلاط الكائنات الحية التي تعيش في هذين البحرين فالبرزخ هو الجدار الوهمي الذي يفصل مياه البحرين عن بعضهما والحجر هو ما يحفظ الكائنات الحية في المياه المناسبة لها حيث ان الاسماك التي تعيش بالانهر العذبة لا تدخل الى مياه المحيط المالحة في مكان التقائهما والعكس صحيح انتهى الفيديو نرجو ان تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات